اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايف القائد الاعلى نايف الاول لرئيس مجلس الوزراء ان الالتزام التام بمبدأ السلمي في المنطقة يأتي من منطلق قوة تعززه وحدة الصفة والسمرار السعي الجاد نحو تنسيق المواقف وتكامل الجهود ورفع هذا التكامل برفع مستوى الجهازية لتكون رادعة بحزم تجاه مختلف التحديات التي قد تقوض امن الاوطان والسقرارها واشار سموه ان حرص مملكة البحرين بقيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله ورعاه على المشاركة في تمرينات رعد الشمال الاكبر على مستوى المناورات العسكرية في تاريخ المنطقة والتي انطلقت منتصف فبراير الماضي خير تنسيلا على موقف البحرين الثابت ابدا بالالتزام بمبدأ السلم كتوجه جوهريا ودعم لكل تحرك نحو ترسيخ اصص الامن والاستقرار والسلم الدولي والاسهم الفاعل في الجهود الرامية نحو هذا الهدف منوها بالاهمية الكبرى للدور الريادي والتحرك الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله في تسخير اطر التكامل والتضامن لبلورة سبل التعامل المؤثر والتصدي الحاسم في مواجهة التحديات الامنية التي تهدد المنطقة وقد اقيمت المناورة الختمية لتمارين رعد الشمال بحضور خادم الحرمين الشريفين وعدد من قادة الدول المشاركة في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن التي تشارك فيها قوات عشرين دولة خليجية وعربية وإسلامية ولدى حضور سموه المناورة يرافقه معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين قال سموه إن المستوى الشامل والمتطور لرعد الشمال رسالة واضحة لتأكيد على توحيد الصف في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة وبلورة الخطوات لضمان الأمن والاستقرار من خلال محاربة كافة أشكال الأيدلوجيات الفاشية والإرهاب والامتداداتها التي تسعى لتدمير البلدان والقضاء على مقدراتها ومنجزاتها الحضرية وتعطيل وطيرة التنمية والتطوير فيها مشيدا سموه بدور المملكة العربية السعودية بقيادة واستضافة مناورات تمارين رعد الشمال والتنسيق والتنظيم المتميز لهذا الحدث المهم الذي يستقطب أنظار العالم وأشار سموه إلى ما حققته مناورات تمارين رعد الشمال بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة من نجاح للوصول إلى الأهداف التي انطلقت من أجلها بكورة لتنسيق زيادة العمل المشترك للدول المحبة للسلام للوقوف على جهزية القوات باستمرار وإكسابها مزيدا من الخبرات والمهارات في الأسليب الحديثة بالفنون العسكرية لتكون خط الدفاع الأول الذي نعتمد عليه في حماية مقدرات ومنجزات بلداننا وشيدا سموه بما ظهرت عليها القوات البحرينية المشاركة في المناورات الختامية وقوات الدول الشقيقة وصديقة خلال المناورات الختامية وما ظهرت به من أداء مشرف وتفان وإخلاص للأهداف السامية التي يصب إليها قادة المنطقة والدول المحبة للسلام مؤكدا أن ما تم إبرازه اليوم من جاهزية عالية في مناورات رعد الشمال رسالة هامة تؤكد على أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة المشاركة هي دعاة سلام ومناصر للحق والعدل والإنسانية ومستعدة دائما لتكريس ذلك بمواجهة أي تهديد للأمن والاستقرار وخارق السيادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر